اول فقرة حاضرة معنا لليوم وزي كل يوم فقرة اغنية وحكاية كل مرة حتكتشفوا فيها حكاية اغنية وقصتها حكايتنا لليوم على اغنية الليلة ياسمرة للفنان محمد حمام الاغنية اللي نعرف بها الكنج محمد مونير واللي عن طريقة نعرفت هذه الاغنية ونشهرت بشكل واسع جدا في كل ارجاء الوطن العربي التفاصيل كنها حتلقوها في التقرير الجاي الليلة ياسمرة هي واحدة من انجح الاغنية اللي غنها الكنج محمد مونير سنة الواحد وثماني تسعة وثلاثين سنة مرت على كتابة هاي الغنية يلي ما زالت حاضرة بيناتنا بتعود قصة هاي الغنية لبداية الستينات اما مكانها فممكن تتفاجأوا اذا خبرناكم ان بواحدة من معتقلات سجن الواحد بمصر يلي كانت بتحوي جواتها اربع اشخاص مناضل وملحن ومطرب وشاعر وامام معاناة السجون وظلم الاعتقال كتب الشاعر غنية كان مطلعة الليلة يا سمرة يا سمارة الليلة يا سمرة لنا كنت برة ولا مهاجر انا اللي قاييلك باكر قلبي ولا البحر الهادر عيني ولا الجمر الليلة وعلى الفور الملحن قام بتلحينه اغناه بصوت دافئ واستمتع بكلماته ملحنها المناضل جمعتهم الزنزانة وخرجوا منا بهي الغنية اللي كان كاتبة الشاعر فؤاد حداد والملحن احمد منيم والمطرب محمد حمام اما المناضل فكان زكي مراد قرر الرباعي بعد خروجهم من السجن توثيق الغنية فقام المطرب محمد حمام بتسجيله بالاذاعة المصرية ولاقت رواج كبير بهذاك الوقت وانما مع الوقت بدي بريقة ينطفئ وبعد سنوات كتيرة قرر الفنان محمد منير اعادة احياء الغنية يلي كانت شاهدة على الظلم ومعاناة السجون والمعتقلات ايام الاحتلال فاخدت بعدها معاني ورموز تانية وكانت شاهدة على الحرية وكسر الاحتلال وخصوصا بعد اذاعتها بنفس السنة يلي عادت فيها ارض طابة مصرية لحضن الوطن اشتركوا في القناة